أعلم بحضراتكم من جديد يمكن النهاردة خلاص بدأ الشغل بالنسبة للمنتخب الوطني روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي بدأ الاستعدادات بقى لأجندة شهر 9 أعلن قائمة اللعبين أعلن التحضيرات للفترة اللي جاية يلعب معامل مباراة ودية وقامل خصنا حظه يمكن القصة كلها تأجلت ما فيش مباراة رسمية إلا على شهر مارس 20-23 فالفترة الجاية كلها هتبقى مباراة ودية عشان يبدأ يتعرف على كل اللعبين النهاردة الراجل قال جملة مهمة جدا بس أنا مستغرب من معظم الزملاء بيقولك إيه إنه هو بيتابع الدور المصري وقدر يطلع منهم أبرز اللعبين ما هو هيتابع إيه ما هو مش هيتابع إلى الدور المصري فبالتالي الراجل النهاردة أعلن القائمة وأدسم مرحلة شهر 9 لأكتر من مرحلة في الفترة اللي جاية وكمان إدى استثناء للعاب التاب بيراميدز وفيوتشر أو فيوتشر قصدي والزمالك عشان عندهم مباريات في الدور التمهيدي خلال شهر 9 قدامكم على الشاشة دي قائمة منتخب مصري في معسكر شهر 9 محمد الشناوي أحمد الشناوي محمد صبحي في حراسة المرمة عمر جابر كريم فؤاد محمد عبد المنعم أسامة جلال باهر المحمدي علي جبر أيمن أشرف محمد حمدي دخط الدفاع حمدي فتحي نبيل دونجا محمد إبراهيم محمود حمادة مروان عطية إسلام عيسى عبد الرحمن مجدي شادي حسين أحمد عادل أحمد مدبولي مروان حمدي ناصر منسي أحمد شريف بنتكلم في حوالي 24 لعب هيبدأوا المعسكر بإذن الله يوم 13.09 والمعسكر هيمتد لغاية يوم 27.09 الأجندة الرسمية تبدأ 19 يعني الأجندة الرسمية تبدأ من 19 ل27 لكن هو هيبدأ 6 أيام قبل بداية المعسكر عشان يشوف المجموعة اللي تم اختيارها على فكرة يعتبر ضمن من الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وبنتكلم كمان في أيمن أشرف وحمد فتح يعني كمان وكريم فؤاد أحدث الوجوه المنضمة للنادي الأهلي فبنتكلم في حوالي 5 لعيبة فأعتقد هتبقى بداية جيدة خاصة أن اللعيبة منهم رجعين من أجازة فهيبقى في تحضير لهم بالنسبة للمرحلة الجاية كريم فؤاد كمان لفت الانتباه في الفترة الأخيرة ظهر بشكل جيد في مباريات الأهلي فروي فيتوريا ضم كريم فؤاد وده يعني أعتقد شيء إيجابي لكريم وللنادي الأهلي أنه عنده أكتر من لاعب في نفس المركز لاعب دولي بنتكلم في أقرم توفيق إن شاء الله لما يرجع خلاص خلال الأيام اللي جاية بنتكلم في محمد هاني في فترات سابقة لما كان بينضم والنهاردة مركز أو لاعب جديد في نفس المركز بينضم للمنتخب الوطني وهو كريم فؤاد طيب ري فيتوريا النهاردة قال تصراحات مهمة جدا قال الفترة الأولى هتشهد انضمام اللاعبين المحليين فقط بسبب عدم وجود اللاعبين المحترفين لأن الأجندة هتبدأ 19 فما ينفعش يضم المحترفين إلا من يوم 19 نفس الوضع بالنسبة اللاعب المشاركة مع أنديتهم في بطول الدولة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية يوم 17-9 يتم الإعلان عن قايمة تضم جميع اللاعبين يبقى هو منتظر مباراة الدور التمهيدي اللي هتتلعب فيه منتصف شهر 9 بالنسبة للزمالك وبالنسبة لفيتشار ندولها هيلعبوا الدور التمهيدي الأول تصنفهم متراجع فيلعبوا من الدور التمهيدي الأول طيب الراجل قال فيتوريا أن الهدف من المعسكر الأول هو أن يكون هناك اتصال مباشر بين اللاعبة والجهاز الفني لأن أنا عايز أتعرف عن قرب على اللاعبة خلال أول معسكر قال كمان بنسعى لأن يتمتع اللاعبون بالجهزية اللازمة للتواجد في المنتخب وأن تكون لديهم الخبرات اللازمة ونسعى كذلك لخلق الانسجام اللازم بين جميع العناصر كمان فيتوريا قال الفرصة لا تزال متاحة أمام جميع اللاعبين للانضمام للمنتخب في المستقبل والجهاز الفني مستمر في متابعة جميع فرق الدوري قال كمان التعرف عن قرب على اللاعبين هو الهدف الأبرز من إقامة المعسكر الأول للمنتخب ووجه الشكر لجميع الأندية اللي استقبلت الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية وأهنق جميع الأندية على المجهود اللي بزلوه فيه بطولة الدوري في الموسم المنقضي وكمان أوجه التهنية للفرق الصاعدة للدوري الممتاز وحظ أفضل للفرق التي لم يحلفها التوفيق للبقاء في الدوري بيشكر كل الأندية والمدربين اللي قاموا باستقباله خلال زياراته على مدار الأسابيع الأخيرة وقال رسمي فيتوريا إنه هيلعب مع النيجر وليبيريا خلال أجندة شهر تسعة يبقى إذن مصر هتلعب مع النيجر ومع ليبيريا في أجندة شهر تسعة بعد إنهاء المفاوضات مع كلا المنتخبين المواصقر هيبدأ يوم تلات عشر والمرحلة الأولى تنتهي يوم سبعت عشر والمرحلة التانية هيبقى من تسعت عشر لسبعة وعشرين هو قال المباراتين هنلعب يوم تلاتة وعشرين وهنلعب يوم سبعة وعشرين في ختام المواصقر ضمك على الشاشة طبعا دي وقاع المؤتمر الصحف النهاردة لروي فيتوريا وكمان كل الجهاز المعاون كان موجود معنا تمنى يا رب تكون بداية موافقة وتكون بداية جيدة لمنتخبنا الوطني بعد مرحلة من التخبط في اختيار الأجهزة الفنية في الفترة الأخيرة طيب ده بالنسبة للمنتخب الأول المنتخب الأولمبي أكيد هيكون فيه استعدادات بالنسبة للمنتخب الأولمبي وأكيد كمان فيه جهاز فني جديد بقيادة البرازيلي ميكالي اللي هيبدأ كمان في شهر تسعة للمرحلة اللي جاي نروح للترند المحلي ونشوف أبرز الأمور الخاصة بالمنتخبات خلال الفترة اللي جاي نبدأ الترند المحلي مع بعض وحساب بطولات على تويتر بيقول أن ميكالي يرفض اقتراح اتحاد الكورة بشأن معسكر منتخب مصر الأولمبي الرجل رفض يلعب أي مباريات ودية خلال شهر تسعة لكن عايز يتعرف على كل اللعيب ده وجهة نظر مهمة جدا من المدرب البرازيلي طيب نروح بقى للأندية بعد اختم الموسم إيه اللي هيحصل للفترة الجاية؟ فيهم دربينها يرحلوا وفيهم دربينها يتم التعاقد معهم نبدأ معكم من الوطن سبورت على تويتر بيقول أن البنك الأهلي رسميا بيعلن تجديد الثقة في خالد جلال نروح نشوف طلاع الجيش رسميا من خلال حساب يلا كورا طارق العشري يعنى نرحيله عن تدريب طلاع الجيش رغم النتائج الجيدة والطلاع السندي أنا هلموسم في المركز الرابع لكن كابتن طارق العشري فضل أنه يرحل كورا بلس أيضا على تويتر نشر تصريحات مهمة جدا للقابتن طلعت يوسف المدرب المخضرم قال لو امتلكت مساحة زمنية أكبر لأنقصد الجونة من الهبوط قال طبعا ما كانش عندي رفاهية الاختيار عند تولي المسؤولية عادي انتهى ولو عرضوا علي الاستمرار معهم في الدرجة الثانية فالأمر صعب إن أنا طبعا أكمل في الوقت الحالي مع الجونة وبالتأكيد الأمور دي بتحتاج لتفكير ده رأي الكابتن طلعت يوسف بعد هبوط الجونة بالأمس أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل مع بعض آخر فقرة من برنامج التريند